أنا بالنسبة لي الموطن الأساسي اللي أنا مهتم به الانحيازات والمفروض أن إحنا لما نأخذ خطوة استثنائية زي دي بتكون لو هي فعلا استجابة لأراضة الشعب دفعة للأمام ما بترجعنيش زيادة الورق أه بس معلش أنت مش من الحقيقة تفرط طناعتك على الأخرين أنا ما فرطتش طناعتك على الأخرين أنا ما فرطتش طناعتك على الأخرين أنت بتقول لي أنا ما قيدتش حزب النور ليه أنا ما قيدتش ليه لإني عندي دهشة من الموقف ده والدهشة لم تزل لأن أنا مش شايف يعني المعارك الوهمية اللي تم خوضها في دستور 2012 واللي تم خوضها في تعديلات 2012 في سنة 2013 طبعا ما هواش دستور جديد ده تعديلات صح؟ ده لو كانت داشة من موقف حزب القوية ليه؟ ما ليش هم كنتش عاوزة تتجه للأحزاب ليه؟ لأنه أول حزب طالب في مصر بانتخابات مبكر قبل تمرده قبل غيره صح يعني هم اللي طالبوا بكده أصل صح ثم جات الموقف بعد 3 أغسطس بدأت 3 يوليو بدأت العملية بقى لا ده احنا كنا عاوزينه يبقى بيتم بطريقة انتخابات مبكرة مش بالعزل وإلى خلال هذه قصة من حق أن يتكلموا فيها لكن ما ينجيش النهاردة لا حضرك دلوقتي بتقولي مسألة التنقض فيه فرق بين إرادة شعبية في مصر ديمتراتي بقوة سياسية إرادتك بشيء أعنا جميل جدا منقلاب عسكري بيعامل رئيس في دبابا وإنشبه كنت جزء من تمرد وخرجت يوم 36 وطلبتوا أو الناس طلبتوا بانتخابات مبكرة الرئيس عزب النور كان دائما يقول شرعية الرئيس لسنا جزء من تمرد احنا خرجنا 36 على دعوتنا بمسيراتنا المنفصلة رافضين تدخل العسكريين في السلطة المدنية أو التشريعية ورافضين استمرار الرئيس مرسي لفشله في إدارة المرحلة ولعزله باقي الطوائف عن المشاركة في الجماعة الوطنية وضوح وكان هذه الخطوة معناها أن الشعب يمكن من إرادته والشعب هو اللي غير بإيده أنا مش شعب غير بإيده لا مقدرش أقول الشعب الغير بإيده إنتم مرة تسموه 30 يونيو ثورة وبعدين تسموه 30 يونيو موجة ثورية وبعدين تقولوا الخلاب نسألك تقول لا إحنا عصدنا 3 يونيو الخلاب مش 30 يونيو ثورة لا على فكرة الحضرك بتسوقه ده موقف غير مزبوط 30 يونيو حدث منفصل عن 3 يونيو ليه بقى 30 يونيو حدث شركت في القوى السياسية والقوى الشعبية تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ونقطة 3 يونيو حدث ذهبت في قوة لم تكن أصلا موجودة في 30 يونيو يعني مثلا حزب النور لم يشارك في 30 يونيو ولم يشارك في أعمال في الشارع وذهب وكمل المشاركين في 3 يونيو وظهر خارطة طريق ما هياش اللي طالبها الشعب بل إن هذا الدستور جاء ورح مغير في خارطة الطريق كمان يعني خارطة الطريق اللي بتكلم عن انتخابات برلمانية وبعدين رئاسية جاء هذا الدستور ليتركها ما صار تفاوض ترجمة نانسي قنقر